سندخل وسترى وتكتشفوا بأن هنا قابو سيري وسط ميلا ماينشافت ها هو مدخل قابو سيري يا السلام عليك لاحظ ما يمد سيحدش إنما سأدخل الآن ثلاثة اثنان واحد ووو لقد دخلت يا السلام الشيء رائع جدا وسط مدخل قابو سيري السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم فيديو جديد وحلقة جديدة من لابجة اي فايف أتمنى أن يكون يومكم بخري أسقو أنا الحمد لله يوم يبخروا على خير لن تتخيلوا بأنني وجدت شيء رهيب جدا وجدت قابو سيري موجود وسط مين معمل استخراج المعادن في لعبة جديدة اي فايف ولقد قررت تسجيل هذا الفيديو وهي لكي نقوم ونكتشف هذا القابو سيري معا صراحة أنا متشوق لكي أرى وأكتشف ماذا يوجد هناك إذا كنتم تتذكرون أعتقد قبل ستة شهور أو سبعة شهور لقد قمت بنشر فيديو معكم اكتشفت فيه قابو سيري كذلك وسط من معمل استخراج المعادن لكن ذلك القابو السيري كان مغير كثيرا عن هذا القابو السيري الذي اكتشفته الآن بالنسبة للقابو السيري الذي نشرته سابقا فإن ذلك القابو كانت فيه مركبة فضائية أسفل منه لكن هذا القابو السيري فيه العديد من الأشياء المخالفة لذلك قررت تسجيل هذا الفيديو لكي أظهره لكم في الفيديو وقبل أن ندخل في مجرية الفيديو انتظر سأقوم بإظهار الخريطة ها هي الخريطة لقد أظهرتها وستلاحظون بأن القابو السيري فإنها ظاهر عندنا ها هو القابو السيري فهو موجود في هذه المنطقة لكن يجب علينا الاتجاء هنا بالضبط في تلك الانتريس بوينت لأن هناك مدخل القابو السيري لكي نستطيع الدخول له ولكي نكتشفه معا أول مرة سأقوم بالدخول لهذا القابو السيري أنا كذلك لأنني نصبت المود الآن فقط ستجدون رابط المود في الديسكريبشن إذا لم أنسى إضافته فأكيد ستجدونه في الديسكريبشن إذا كنتم تريدون تنصيبه إذا كنتم تريدون تنصيبه لكي تجربوه أنتم كذلك لأنني صراحة أحب هذه المودة فهي مميز جدا والأشخاص الذين يقومون بصناعتها فإنهم يبعدون كثيرا في بعض الأحيان يضعون صناديق خاصة بالأسلحة أحيانا أخرى نجد هناك صناديق للأدوية وفي العديد من الحالات نجد بأن العسكر يقومون بحراسة ذلك القابو السيري لذلك فإن هذه الموضات فهي تعجبني كثيرا ودائما إذا ما وجدت مود جديد فأنا أقوم بتنصيبه ومشاركته معكم وإذا أجبكم يا شباب الفيديو الخاص باليوم فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على زر لايك لأنه مع الأسف شديد الدعم صراحة على فيديوهات جيتا اي 5 على اليوتيوب أصبحت ضعيفة جدا اذهبوا وشاهدوا القنوات التي تقوم برفع جيتا اي 5 على اليوتيوب العديد من القنوات قامت بتغيير المحتوى أصلا وبدأوا في التنويع لأن المشاهدات الخاصة بجيتا اي 5 لقد نزلت قنوات أخرى لقد توقفوا أصلا عن لعب جيتا اي 5 وبدأوا يلعبون ماينكرافت وبدأوا في التنويع لذلك من الممكن أن أقوم أنا كذلك في التنويع من الممكن ان ابدأ السلسلة جديدة خاصة بمين كلوب خاصة بالبرو ايفوليشن سوكر الفين وتمانية عشر سأحاول اللاعب جيتا اي فايف وفي نفس الوقت التنويع لاننا اذا استمرنا في هذه الواتيرة فمع الاسف شديد لنستطيع الوصول الى مليون صديق في القناة وهيا لكي ننطلق الشيء الذي ساقوم بفعله هو انه يجب علينا اولا تدمير هذا الباب بوسطة ستيكي بومب لان هذا الباب فهو دائما مقفل بومب استطعت تدميره الاستطيع الدخول بسيارة جي لان هذا المعمل فانه طاوي جدا اذا دخلنا على رجلينا فلنستطيع الوصول للقبو السري بسرعة لا لا نعم كدت انا ادخل هيا 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 جيد لقد استطعت الدخول لكن مع الاسف عندنا هنا هذا الشكل الحديدي لذلك لن استطيع الدخول بوسطة السيارة بل ساعطي لي نفسي دراجة نارية اعطيت لي نفسي دراجة نارية وهيا لكي ندخل ممتشاز انتظروا يا سيقا سندخول وستروا وتكتشفوا بان هنا قبو سري وسط ميلا ماينشافت وكمان نسميه بالعربية معمل استخراج المعادن لان هذا المعمل كان يصلح لاستخراج المعادن من زمان في لعبة جيطة افايف لكنهم لقد توقفوا عن العمل فيه واعطوني هذا الشكل الهندسي المميز جدا الطريق لكي نصل للقبو السيري فهي موجودة من هنا كمان سلاحظنا في الخريطة لاحظوا مع الخريطة يا سيقا هو موجود من هذا الاتجاج لستطيع المرور من هذه المنطقة لاني وجدت بانها مقفولة حسنا سأحاول تفجيرها بستيكي بومب لا لم استطعت تفجير ذلك الباب اوكي سنتجي الان نحو القبو السيري يا سيقا ها هو مدخل القبو السيري يا السلام عليك لاحظوا ما يمد سيحة واشا انما سأدخل الان ثلاثة اثنان واحد واوو لقد دخلت يا السلام شيء رهيب جدا وسط من هذا القبو السيري في جيتا ا5 لاحظوا مع شكل الهندسي وعندنا كذلك هذه السيارة الخاصة بنقلبها ضائع سأستعملها لكي اتجول هنا يا السلام شو 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 عدد هائل من الصناديق هاندل ويد اكستريم كير من الممكن ان هذه الصناديق فيها متفجرات لاحظتم عندنا هنا علامات الخطر نعم ماذا يوجد هنا هذه القراطين فاعتقد هي خاصة بالادوية ممتاز هيا لكي نأخذ هذه السيارة ولكي نداب ونكتشف هذا القبو السيري بالنسبة للقبو السيري السابق الذي قمت بيط نصيبه هو موجود في نفس المكان لكن لا توجد فيه سيارة مثل هذه السيارة وهذا القبو فانه اسمه القبو السيري رقم 420 لماذا اعطوها رقم لا اعلم لكن هذا القبو السيري فهو القبو السيري رقم 420 وبعد ما دخلنا عندنا هنا اجهزة تلفاز هنا عندنا ماكبوك واو وهنا عندنا الاسلحة لاحظتم هذا الشخص الذي قام ببناء هذا القبو السيري فانه يستعد للقيام بالحرب شوفوا هنا المعدات الخاصة بالادوية يا السلام شو 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 هذا الاسلحة فانه هائل في هذه المنطقة وهنا الماشينغان واو هذا الماشينغان صراحة فانه ذهبي اعتقد صنعوه من الذهب يا السلام عليك هيا لكي ندخلونا هنا مكان تداريب كالعادة الماشينغان او متفجرة صفر وهذه المتفجرة فهي تشتغل من الممكن ان تنفجر في اي لحظة عندنا هنا الاسلحة كذلك اعتقد بان هذه الغرفة فهي خاصة بالتداريب بام 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 لاتس جو لاتس جو بام لم اصيبها بام 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 جيد اصبتوا الان لاتس جو هنا مكان تداريبات يا اصيقاء هيا لكي نخرج من مكان تداريبات وسندخل هنا ماذا يوجد وهذا المكان اعتقد هو مصنع يضعون في هذه الاشياء الخاصة بهم ماذا يوجد هنا ما هي هذه الاشياء مخدرات نعم عندنا هنا قنينات الشراب هنا قنينات الشراب وهنا مواد التدخين هيا لكي نذهب يا اصقاء ماذا يوجد في هذه المنطقة الادوية اعتقد هذه الادوية فهي سامة لذلك وضعوها هنا لكي يقوموا بقتل الناس هيا لكي نذهب الان ولكي نتجه ونكتشف هذا القبو السيري لامنا كبير جدا ماذا يوجد في هذه الضفة ماهي هذه الاشياء هناك العديد من العرابات الخاصة بالنقل في هذه المنطقة المكان صراح فإنه كبير ما هذا يصنعون هنا المخدرات لاحظوا ما هذه الأشياء هذه الأشياء التي تشبه بقية الحيوانات فهي مخدرات يا أطيقاء وعندنا هنا هذه الأوراق أوراق نيبرو نسميها أوراق نيبرو وهي تلك الأوراق التي يستعملونها في التدخين لاحظوا معي هنا سيرفورات يا سلام سأبت عيد من هذا المكان هذا المكان فإنه خطير جدا وعندنا أشخاص هادي كافيتيريا نعم هذه مقهى وكافيتيريا لا تخاف لا تخاف قد جئت فقط لقي أتكلم معكم لا تقلق لا تقلق هنا عندنا الكولا يا السلام صراح هذا الشيء فإنه عجيب جدا هيا لك أنا أمر الآن من هنا على اليسار لأننا لم نكتشف بعد هذه المنطقة هولا ما راح يض هولا ما راح يض ممتاز نعم هل يوجد في هذا الاتجاه هذا الاتجاه فارغ هيا لكي ننطلق هناك تشوف مكان آخر أعتقد يجب علي العودة من هنا اكتشفت المكان على اليمين واكتشفت ذلك المكان على اليسار منذ الأول عندنا هذه الآلة الخاصة بالقطار لقد وضعوا هولا هل يحاولون تحكم بالقطار عن بعد لا أعلم بالضبط لكن عندنا هنا هذه الآلات الخاصة بالضوء وكذلك بالكهرباء لاحظتهم بيضة هل هذه البيضة خاصة بالضيناصورات أم أنها خاصة بالمخلوقات الفضائية من الممكن أنهم يقومون بعمل تجارب للمخلوقات الفضائية لاحظوا معي هنا الكهرباء هل إذا دخلت هناك سأموت هل سيضربوني الكهرباء لا لم يضربني الكهرباء رغم أنني اقتربت وصعت أصلا فوق البيضة ولم يضربني الكهرباء صراحة هذا شيء عجيب جدا أعتقد بأننا اكتشفنا القابو السري كله هذا القابو السري ما لأسف شديد فإنه صغير جدا عن القابو السري الذي قمنا باكتشافه من قبل نعم هذا القابو السري فإنه صغير هنا عندنا المراحل كالعادة هنا شباب هذا المعمل يقومون بصناعة تلك الأشياء الغير جيدة هنا بعض من الأشخاص لقد اختفوا بعدما قمت بأخافتهم لقد اختفوا يا شباب لاحظتم هنا مكان لبيع يبيعون الفواكه والخضر ممتاز صراحة الشخص الذي قام بصناعة هذا الموض لقد أتقنه لكنه يشبي كثيرا أحد الموضع التي قمت بتنصيبها الفرق الوحيد هو أن ذلك الموضع الذي قمت بتنصيبه سابقا طويل جدا هذا المكان فإنه شاسع لكن هذا الموضع مع الأسف شديد المكان فإنه ضيق أعتقد بأننا اكتشفنا جميل أشياء في هذا الموضع لا أستطيع مثلا حمل أحد هذه الصناديق بوسط هذه الآلة إذا كنتم تتذكرون في أحد المهام الخاصة بجيتاء السناندرياس فإنهم يطلبون منكم حمل الصناديق في أحد المهام نسيت صراحة ما اسم تلك المهمة في جيتاء السناندرياس لذلك سأحاول تكرار الأمر هنا أستطيع حمل هذه لا أستطيع وهذه أستطيع حملها وأستطيع الدخول أصلا لا أستطيع مع الأسف شديد لعبة جيتاء السناندرياس فهي أفضل بكثير من لعبة جيتاء فايل وعلى هذا أعتقد بأمنني سأقوم بتوديكم لكن انتظروا سأخرج لكي أرى وأكتشفها سأستطيع الخروج أم لا جميع هذه الأماكن لقد قمنا بزيارتها هذا الموضع صراحة فإنه صغير كثيرا على الموضع الأخر الذي يقوم بتنصيبه إذا لم تشاهدوه فستجدونا في الكارت على ما أعتقد قموا بالبحث في تلك الكارت الموجودة في الفيديو وستستطيعون يا شباب رؤيت لأن ذهبت دراجتي لقد اختفت دراجتي وستستطيعون يا شباب مشاهدة ذلك الفيديو قموا بمشاهدتي وقلوا لي أي الموضع أفضل هل الموضع الذي قمت بتسجيله قبل 6 أشهر ونشرته معكم أم هذا الموضع الآخر وعلى هذا سأقوم بتوديكم شكرا لكم على الدعم رائب انتظر وسأحاول الخروج أولا من سكة المعادن وبعدها سأتابع الكلام هيا دمر دمر شكل بيبان ممتاز ممتاز دمره دمره دمر الباب دمر الباب لم أستطعت دمرها حسنا خراج ووو لم أستطع الخروج بوسط الدراجتي حسنا دمر الباب لا أستطعت دمر الباب بوسط الأسلحة أوكي 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 هل تعتقدون أنكم حجزتموني في هذا المكان بلا لم يتم حجزي بعد جاية لاتس كو بووز وعلى هذا سأوليكم الله الذي لا تضيع ودايا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة